معنا من غزة صحفي فتحي صباحة لم بيك معنا سيد فتحي سأتابع معك بداية التطورات الميدانية وكيف يبدو قطاع غزة في هذه الساعات الأولى من هذا الصباح نعم مع شراطة الشمس هذا اليوم كان هناك أيضا قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخنينس قصفت طائرة الاحتلال منزلا في منطقة زراعية هادئة تستدعى خربة العدس قصفت منزلا فارغا لم يقع إصابات أو شهداء كما قصفت منزلا آخر في وسط مدينة كنيونس أو في بلدة تنسيلة القريبة من مدينة كنيونس الوقع في وسط المدينة ولم يقع أيضا مصابين أو شهداء ولكن كان هناك قصف عنيفا أيضا فجر هذا اليوم في خنيونس وغيرها من المناطق والأبرز كان الاشتباكات على المناطق الحدودية من قطاع غزة كان هناك اشتباكات شرق خنيونس واشتباكات أخرى شمال شرقي خنيونس وكان هناك اشتباكات في حاجز إيرز شمال القطاع وطبعا مع تقدم الدبابات إلى منطقة المدرسة الأمريكية شمال الغربي قطاع غزة أي في بلدة بيت لاهية كان هناك أيضا اشتباكات مع هذه الدبابات التي تتقدم ببطء لليوم الثالث على التوالي طيب السيدة فتحي إذا ما قررنا الاستهدافات ووتيرة لقصف كيف يمكن وصفها بالنسبة للأيام الماضية يعني خاصة أن الجيش الإسرائيلي الآن يصب جام تركيزه على الجزء الشمالي من القطاع نعم ربما تكون الليلة الفائتة أخفص نسبيا من الليلتين الماضيتين أي ليلة الجمعة السبت وليلة السبت الأحد فقد كانت ليلتان صعبتان قاسيتان جدا جدا شنط ديران الحرب الإسرائيلي غارات مكثفة ضرب أحزماء ناريا استهدف منازل في كل مكان صحيح أنه في هذه الليلة أيضا أو الليلة الفائت استهدف منازل في الصفطاوي وفي جباليا وحزاما ناريا في محيط مستشفى تالي العواء كانت الليلة الماضية ربما هي ليلة التركيز على مستشفى القدس في مدينة غزة على المستشفى بذاتها أو على محيط المستشفى سيد فتحي هو المقصود إخلاء المستشفى المستشفى ثلاثة حسب مديره بالأمس الدكتور بشار مراد تحذيرا نهائيا يعني قال أن الجيش الإسرائيلي عده له تحذيرا نهائيا بإخلاء المستشفى وإلا فإنه سيتم قصفه ومع ذلك رفض الأطباء ومدير المستشفى إخلاء المستشفى فاستهدف الطير الحرب بـ 25 غارة تقريبا محيط المستشفى بالحديث أيضا سيد فتحي عن المستشفيات وكالة الأنباء الفلسطينية قالت أن الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بالقطاع أدت لمقتل العشرات وأشرت إلى وصول المزيد من القتل على المستشفيات وبطبيعة الحال سيكون هناك المزيد أيضا من الإصابات وضع المستشفيات والقدرة الاستيعابية نفذت القدرة الاستيعابية منذ أسبوعين أو أقل قليلا المستشفيات لا يجد فيها أسرة كافية لا يجد فيها أي أماكن لا تزال العمليات تجرى في الممرات وعلى الطاولات وبدون تعقيم وأحيانا بدون تحذير أنا شاهدت بنفسي الأطباء قبل أيام قليلة في مستشفى ناصر في ثانيونس يخطبون جروح أطفال صغار كان طفل وطفلة بجانب بعضهما على سريرين منفصلين في كل استقبال وكان الأطباء يخطبون جرحا مغائرا طويلا في خد هذه الطفلة الصغيرة دون أي مخدر ودون أي وسائف كان هناك ربما إبرة وكيف فقط وكان الوضع بصراحة يعني صعبا جدا وقاسيا على الطفل وعلى الأطباء وعلينا كالصحابيين هذه مشاهد بصراحة تتكرر يوميا والأطباء لا يجدون وقود لو لا أن أونروا تقدم لهم القليل من الوقود وإلا فإن المثلة ستصبح أكثر تعقيدا وستنوقف المستشفيات عن العمل الأمل الوحيد في أن يدخل اليوم الوقود كان هناك معلومات بالليلة أمس أن الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وطلب منه إدخال كميات من الوقود لأونروا التي ستكون بتوزيعها على المستشفيات لا نعلم حتى الآن إن كان هذا الأمر سيتم أو لا خصوصا وأن وثيرة دكول الشاحنات المساعدات بطيئة جدا 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 بالأمس دخل نحو أربعين شاحنة لكن لغاية يوم الستاب لم يدخل خلال ثمانية أيام سوى أربعة وثمانين شاحنة أي بمعدل عشرة شاحنات في اليوم وهو معدل بطيئ جدا صحيح مقارنة بالحاجة إلى مئة شاحنة هذا ما يعني كان يتم الحديث عنه بأن القطاع بحاجة إلى مئة شاحنة من المساعدات أيضا سأسأل سيد فتحي عن تجدد دعوات الإسرائيلية لضرورة توجه المدنيين إلى الجنوب يعني هذه الدعوات متكررة نود أن نعرف كيف الاستجابة هي بالنسبة لهذه الدعوات وكيف يبدو الجزء الشمالي من القطاع حاليا هل هناك فعلا السكان يتوجهون نحو الجنوب للأسف هذه مفارقة غريبة عجيبة بالأمس أنا شاهد ما أودهه منصب أعمال الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة على حسابي على كيسبوك بالدعوة ورسم خريطة للمسار الذي يجب أن يستطيعه هو طريق صلاة الدين الرئيس الذي يربط قطاع غزة طوليا من شماله حتى مدينة رفع الجنوب ولكن أفضل جمالي صحفيون كانوا عامين من غزة بالأمس أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت هذا الطريق الرئيسي بالقرب من حي الزيتون وهو حي يقع جنوب مدينة غزة استهدفوه بعدد غارات استهدف الطريق نفسي بحيث أصبح هناك حفر كبيرة في هذا الطريق أي بمعنى تم تخريبه بحيث لا تستطيع السيارات سلوكه وهذا لا يستقيم مع دعوة المدنيين إلى الجنوب وأعتقد أن عدد قليلا من المدنيين عاد في السبوع الأخير أو من جنوب طاع غزة إلى الشمال لأن القصف تركز منذ قبل أسبوعين عندما طلب الجيش من الناس التوجه إلى الجنوب تركز القصف أكثر في الجنوب الغارات استهدف منازل عشرات المنازل بل ربما مئات المنازل التي تأوي نازحين إلى جانب سكانها ولذلك كان هذا ما ميز سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين في منازل من بينا مثلا عائلة حسونة كتلة منها في لالة ثلاث أسابيع أكثر من مئة وسبعين شخصا عائلة الأصل في ثانين أكثر من تسعين شخصا عائلات أخرى سقطة منها عشرات الشخص سيد فتحي أيضا نحن نعلم أن خدمة الاتصال والإنترنت عادت تدريجيا في الأمس ولكن بسبب القصف المتكرر تتعارض الشبكة للضرار وفي هذا الإطار وزير الاتصالات الفلسطيني يطالب الجانب المصري بمد أو فتح شبكات الهواتف الجوالة هل هناك أي رد من الجانب المصري فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ كان هناك بيان من شركة كودافون المصرية فقط هو الإعلان الوحيد عن هذا الموضوع وقال أنه بالتنسيق مع السلطات الرسمية أي بمعنى منوافقة الدولة المصرية والحكومة المصرية سنقوم بوضع أجهزة تقوية للشبكات في الأراضي المصرية التي تعمل داخل الأراضي المصرية معروف أن الشبكات المصرية تتوقف عند معبر رفح تماما يعني بعد معبر رفح داخل كتا غزة لا تعمل على الإطلاق وهم يعملون حاليا على تركيبها للشبكات ولكنها لم تعمل حتى الآن وبالمناسبة حتى عودة الإنترنت إلى بتعهزة لم تعد بالشكل المطلوب الذي كان قبل إيطاثه من يومين وكنا طوال اليوم نحاول بالأمس نحاول طوال اليوم أن نفتعيد العمل عبر شركة الإنترنت ولم نتمكن من ذلك حتى كنا نحاول التحويل من الشبكة الفلسطينية إلى الشبكات الإسرائيلية ولم ننجح على الإطلاق وكان هذا أمرا صعبا لترك الإسعاف والدفاع المدني شكرا لك على كل هذه الإضاحات الصحفي من غزة فتحي صباح